السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا في الفيديو اخير من كورس الاجر اكتو ديركتوري الفيديو ده نتكلم فيه عن الكماند لاين او الاجر سيل اي احنا قلنا انه في اكتر من طريقة بتقدر او تستطيع من خلال انت بتعمل مانجمنت اه للاجر عموما يعني لكن احنا بما ان احنا بنتكلم على الاجر ديركتوري يبقى يعني انكلمنا يعني منصب على السيرفز اللي هي الاجر ديركتوري اه من ضمن الطرق اضيات اللي هي او خدنا تريبا طريقتين في التالتة او خدنا طريقة او دي الموديول بيتعامل مع الكماند اكتر من طريقة لان انت تي انستو للموديول ده واكتر من اه يعني اكتر من صيغة امر كمان ممكن تنفزه يعني ممكن مثلا لو هناخد الامر اللي هو بتكريت بي يوزر فممكن تلقى كوماند واثنين وثلاثة كلهم بصيغ مختلفة ينفزونك الامر ده وحد ممكن يقول طيب يعني بما انه في طريقة واثنين وثلاثة انا هاعتمد اي طريقة حضرتك هتعتمد الطريقة انت بالخيار الطريقة اللي ترتاح لها اللي تستسهلها يعني انا شخصية مستسهل الموديول اللي هو كان في الفيديو اللي فات الام اس اون لاين انا مستسهله او امره بسيطة ومعروفة وعندش مشكلة فيه اه في غيرك ممكن يقول لا والله انا هلتزم باللي هيجي في الامتحان او في الميكوشوفت بتقول عليه طيب اللي هتتسهل فيه في الامتحان ده الموديول ده مش هتسهل فيه بنعني بيه يا شباب اللي هو اللي انت بتفتحه من خلال اللي انت بتفتحه من خلال بتاعتك يعني احنا لو روحنا كده مثلا ادي بتاعتي انا ممكن من هنا اهي تمام ده خاص بالكلود كلها ممكن تدير كل من هنا بما فيهم بقى الاجر بورتل والاجر اه 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 اكل دريكتي وكله ده الكلاود شيل حلو كده الباور شيل لأ انت بتدير بتدير البورتل بتاعتك انت السيرفز اللي موجود فيها هي فقط وصلت يا شباب اوكي يعني ممكن يكون انت عندك اكتر من سبسكيبشن مش واحدة لأ اتنين تلاتة فيه شركات عندها اكتر من كده فمن الكلاود شيل دايت انت بتدير الليلة كلها اوكي الصغير والكبير لان فيه ناس سألت وقالت الفرق ايه بين الكلاود شيل وبين البورشيل اللي هو الخاص بالاجر يعني الكلاود شيل ادي الفرق بتدير السبسكريبشنز كلها الليلة كلها من خلال الكلاود شيل تمام البورشيل بتدير الليلة بتاعتك انت بس السي ال اي دا كومنت دا كومنت بس للاجر خلاص دا كومنت ما كشفت عامله بس للاجر اللي هو هنتكلم عليه النهاردة اوكي تمام علشان اشوف الكومنت الخاص بالاجر اللي هو الاجر سي ال اي يعني كومنت لاين انترفيز تمام اعتقد معروفة يعني اعمل ايه انا محتاج اعمله دا واللود محتاج على الجهاز عندي خلاص لانه لو رحنا كده للطورشيل العادي العادي بتاع الوندوز وقلت له اي امر من اوابر الاجر مش هيفهمها اوكي مش هيفهمها تمام اه اخليه فهمها ازاي باني اينيبل الموديول الخاص بالاجر كلاود على المشين ديت علشان لما اكتب له الامر ينفذي طيب اعملها زي او او منين رصادة شديدة جدا هنروح نداولود هفتح جوجل هقول له لو سمحت انا عاوز ادول لود الاجر بسيطة جدا اوكي هيفتح لي اي لينك من دول هيوديني ما عندش مشكلة فيها اوكي انستول على الويندوز ولا الماك ولا مش عارف ايه لا ويندوز وهبدأ اعمل تمام هيحولني على ساحة الويندو هبدأ انزل عادية جدا اهي نازل عندي اهي خلاص تمام طيب نزلت عندي على المكتب تعالى بقى ايه نعمل بالطريقة العادية جدا ما فيهاش اي ولا اي اختلاف ولا اي شيء صلى الله وبرك تمام اه انا طبعا بما اني منزلها عندي فهتطر عمل علشان ايه نشوفها مع بعض انت لو خلاص دائما قلت لك يعني الامر بسيط جدا وسهل جدا ما عندوش اي مشكلة او ما عندكش اي مشكلة في الكلام ده وهبقى سبها لكم مرضو في الريسورس مع الكومند الليست الكومند الخاصة بالاي اللي حابب يطلع عليها ويتدرب او اللي حابب انه هو تبقى دي حياته لانه اللي جاي من بيئة لينكس واللي جاي من بيئة اا يعني ايده شغال على الكومند هو بيحب الحاجات دي اوكي بيحب الشاشات السودة والزرقة وعشقه فبالتالي هو خلاص ده ممكن مسلا ان يقول اا يعني ما صدق بقى ان هو لحاجة ايه بتعمله ماناجمينت بالكول هما كده يعني انا ده قعدت مع ناس كده كتير يعني يقول لي انا حياتي كومند بحب اوي ان انا اشتغل كومند انما تقول لي بورتل واتقول لي ما بحبهاش انا عكسهم تمام واعتقد انه ناس كتير كده عكسهم تماما انا اللي بحب شوف الحاجة كده بعيني واحد اشتغل بالماوس او او منها العب ومنها اشتغل عادي جدا يا شباب هم تشوش كده تمام يا شباب ما هو خلص كده المفروض انه العملية دي احنا عملنا ايه اضفنا الاوامر الخاصة او الخاصة بالايجر اه على الماشين ديت تمام بمعنى ان انت لو عدت على مشين مش اه مضاف عليها انت مطالب ان انت تكرر الخطوات دي اوكي طيب بعد ما عملنا افتح منين من الطبيعي بقى العادي مع متاعك اللي هو الخاص بيه اللي هو ده اه في حد سأل ايه الفرق من ده ده الاي سي اي اللي بيديك فليكسبول اكتر بيديك قوائم كده تتعامل معها بيتعامل مع الجيسون لغة البرمجة وبيتعامل مع الباتشات اوكي طيب هنفتح البورشل العادي انا فكرة ممكن برضو نفتح بس مش مش كده يعني خلينا ايه في حبيبنا ده كده البورشل بتاعي الخاص بالويندوز مفتوح طيب 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 تعال نكامر كده انا كده انا كده التول اللي هي ويندوز بورشل مفتوحة قدامي عاوز ادخل وكده هحتاج اني اتعامل مع الكومند الخاصة بالايجر اه كلاود فاول خطوة هعملها اني هلوجن على البورتال بتاعتي منين من جو البورشل فالامر بتكتبت زي في الاجر سي لاي قال لي اول حاجة اول شيء علشان تتعامل مع اي كومند اي سيرفيس اي ريسورس جروب اي شيء لازم تبدأ الكود بحاجة اسمها ايه زد او باختصار ايه زي اللي هي اجر يعني تمام فهيلقى بالشكل ده ايه زد خلاص كده تمام بعد كده قال لي هتسيب سبيس مسافة وتقول لي انت هتتعامل مع ايه يعني لو هتتعامل مع الجروب هتقول لي جروب لو هتتعامل مع اليوزر هتقول لي يوزر لو هتتعامل مع الاكتف داريكتي هتقول لي اكتف داريكتي وهكذا طيب انا ما ينفعش هتعمل مع اي حاجة الا لما الوجن فبالتالي انا هقول له اول حاجة انا عاوز اعمل ايه انا عاوز الوجن يبقى اول خطوة اعملها او سأبدأ بالكود بعد ذلك أريد أن أفعل ماذا؟ فأريد أن أفعل ماذا؟ فأريد أن أفعل ماذا؟ فأريد أن أفعل ماذا؟ ثم أضغط انتر ثم نأخذ ماذا سيحدث؟ في الموديول الذي قامت كان يفتح لي ويزارد يقول لي أنت مين؟ الباسور التكنيب يفتح لي البروزر نفسه ويقول لي أنت مين؟ وعاوز تلوجين على ماذا؟ ونخلي بالنا أيضا أنا لو استخدمت الكرجانشالدية سيدخلني على الـ لأن هذا الراجل أدمن على الـ هذا في الوضع الطبيعي يا شباب لكن أنا مدي رول للراجل ده يجعله على البرتر كله فبالتالي لا يوجد مشكلة أيضا لو جنت بيه ما عنديش أي مشكلة لو دخلت بيه هيدخلني برضو على الـ عندي عمومة أنا هقدر تعمل مع الـ مثلاً ومع ما عنديش أي مشاكل أوكي؟ هيبقى دي الباسورت بتاعته هاتفر فهنا شوف قال لي ايه؟ قال لي أنت كده داخل الـ بعد 10 ثواني أنا هبدأ أوديك مباشرة على الـ هو فهم إن أنا جاي من فبالتالي هو خلاص أنا ما عملتش حاجة على فكرة هو على طول أوتوماتيكلي فبدأ يحولني على الـ اللي يقدر من خلالها أشوف الـ الموضوع ده بتكلم عن إيه بالزبط أشوف بنية الـ أشوف الليست الخاص بالـ يديني توتوريال كده تمام؟ من خلال ايه؟ من خلال الصفحة دي هي بـ هتفتح معاك طالما أنت عملت لـ واستخدمت الأمر اللي هو ده شايف هنا حتى بعد عملية اللوجن ما تمت بدأ يقول لي انت لوجن خلاص وهيبدأ يروح يجيب الـ الـ الخاصة بالـ بتاعتي علشان والـ بتاعتي ويفتح لي كده session قدير من خلالها السيرفز اللي موجودة على الـ وصلت يا شباب؟ تمام؟ يبقى كده أي أمر هكتبه هو هيروح على طول ينفزهولي على البورتال عندي خلاص؟ تمام؟ نرجع بقى لـ هنعيد تاني عشان نأكد للناس الـ بيبدأ بـ خلاص دي قاعدة أخذها أساسية أي حاجة عايز تعملها أول خطوة بعد كده بتسيب سبيس وتقول له أنا عاوز أتعامل مع إيه؟ يعني إحنا دخلين تتعامل مع إيه؟ مع الـ يبقى إيه دي؟ اللي هي اختصار يعني تمام؟ الرجل ده كده فهم أن أنت هتتعامل دلوقتي مع الـ حلو في إيه بقى الـ انت عندك يوزر على الـ وعندك 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 هتتعامل مع أنهي فيهم فهسيب له مسافة وهقول له والله أنا هتعامل مع الـ أوكي؟ أو هتعمل مع الـ تمام؟ حلو هتعمل إيه بقى في الـ هتتعامل معه هتكريت هتديليت هتأبدات هتلست هتعمل إيه؟ تمام؟ والله أنا هلست اليوزر أنا هلست اليوزر طلع لي كده هلستة باليوزر الخاصة بالـ تمام؟ وهقول له بدأ يجب لي إيه؟ يجب لي للأسف معلومات هي على فكرة هو أجب فعلا اليوزر مجدودة على الـ مع أنه مش كتير عندي تقريبا من ثلاثة أو أربعة بس كل الخاصة باليوزر كل يعني الحاجات أو الخاصة باليوزر هو جابهاني أنا مش عايز كده أنا مش عايز كده تمام؟ تشايفين؟ كل دي خاصة باليوزر من أول ده تمام؟ هو في الجروب بتاعته إيه؟ وهو نيمول ولا لا؟ وهو الكمباني نيم والسيتي كل ده أنا مش عايزه حتى أنا مش قادر المعلومات الخاصة بالـ الـ لو نزل لك كده تحت المعلومات الخاصة باليوزر الاسمه بالـ نيمول ولا لا؟ أوكي؟ جاب لك كل ما هو خاص باليوزر تمام؟ طيب لو عملنا نفس الـ كده وبدل يوزر قلت له جروب قلت له جروب وبعد كده قلت له برضو لست هيعمل معايا نفس الشيء هيجيب لي كل الجروب بكل الديدلس الخاصة بيها طيب أنا مش عاوز كده أنا عاوز أنه لما كان بيعمل معايا على المديول اللي هو الفات ده كان بيجيب لي خلاص الـ يوزر نيم والديسبلي نيم بصلاب الله بقى ترول ولا فولس أو إنيبل وقال له لا خلاص هي ده المعلومات اللي أنا عايزها بس عشان أعمل كده أنا لازم أكتب له الأمر اللي بيوتيح لي أنه يعتب لي البيانات بالشكل اللي أنا محتاجه تمام فأنا هقول له ايزي خلاص هبدأ الكومنت بتاعي بايزي طيب أنا ايدي اللي هي اكتب دريكت اختار جروب اللي جوه الاكتب دريكتي لست للجروب ديت ولكن ولكن أنا محتاج أفهم طريقة العرض دي شكلها ازاي ايه الخيارات المتاحة لية بالنسبة لللست خلينا بقى ناخدها بقى واحدة واحدة احنا فهمنا الأمر بالكتب ازاي ومخرجته ايه تعال بقى اديك حل يعني ايه او او ناخد مع بعض حاجة أسهل من كده بكتير ايه هي قال لي تعال نمسح الشاشة بس في كده عشان ايه تمام ايه هد اكتب دريكتري تمام بس أنا مش عارف اي امر من الاكتب دريكتري خالص تمام فأنا بالخيار يا اما اني افتح جوجل وسيرج او اقوله اتش ماينس اتش ماينس اتش اتش اختصار هلبي يا شباب اقوله انتر في بلاي في اني يقولي انت واقف على الاكتب دريكتري واستخدمت الهلب بتاع الاوامر الخاصة بالاكتب دريكتري فعندك اما تقول لي reduced يوزر اما تقول لي معี้ اما تقوليا اما تقوليا يعني همgress eh اللي خاصين بالارت الدريكتري. وصلت طب تاني تاني معلش انا عارف ان في بعض الناس هتختلط عليها الامر. احنا قلنا ان الكومند بيبدأ بايه? بالايزة حل. خلاص? هنعتبر ان انا مش عارف في حياتي غير المعلومة دي بس. ان كومند بيبدأ بالايزة بس. عاوز اعرف بقى الكومندات التانية اللي هستخدمها مع الايزة. ايه هي? فهقول له ايزة سبيس ماينوس اتش. خلاص? المخرجات بتاع الامر ده هي الهالب. انا كده بستدعي الهالب الخاصة بالسي الاي الخاص بالايزة. تمام? فلو قلت له انتر. هيبدأ يجيب لي لستة الاوامر كلها. شايفين? جابها لها. كلها. حتى منها. تمام? اهي نبدأ من الاول. والله انت عندك اوامر خاصة بالاساكاونت. وبالاي دي شايفين اللي احنا كنا شغالين عليه هو. الاي ده قال لك ايه? اه 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 تمام? ادي الاي دي اللي احنا كنا شغالين عليها. تمام? لما استخدم الامر ايه زي اه داش او ماينس اتش. هيجيب لي كل الامر حتى البريفيو منها. اللي هي البريفيو احنا قلنا بريبيو لسه ما اتمدتش بشكل اه نهائي يعني. طيب انا محتاج هتعامل مع ايه? مع الجروب. بس خلي بالك. خلي بالك. جروب غير جروب. يعني ايه? يعني انت هنا لو قلت له ايه زي جروب. هيبدأ يديك الجروب اللي موجودة على البورتل. مش الجروب اللي موجودة على الاكتف داريكتري. طب لو احتاج احنا اعمل اه اه اتعامل مع الجروب الخاصة مع الاكتف داريكتري. هقول له ايه زي بعد كده اي دي عشان يفهم ان انا عاوز اتعامل مع اكتف داريكتري بعد كده جروب. وصلت الشباب? تمام. ديت هيسهل عليا في ان هيعرف الاوامر الخاصة كلها بقى. تمام? حتى يعلي امر اللي احنا استخدمناه. اللي هو عكسه. خلاص? تمام. يبقى كده. تالت معلومة عرفناها. اول معلومة عرفناها. ازاي اعمل للسي لاي. تاني معلومة عرفناها علشان اتعامل مع الاوامر لازم اعمل لوجين. تالت معلومة عرفناها علشان استعرض بها الكومنت كلها. بستخدم اللي هو. رابع معلومة عرفناها هو يبنيت الكومنت نفسه. بابدأه بايزت زي ما قلنا. بعد كده انا عاوز اتعامل مع ايه مع الاكتف داريكتري. مع ايه في الاكتف داريكتري والله مع اليوزر. هتتعامل ازاي مع اليوزر والله هاديليت هاديت هاديت هاشو. همش عارف هعمل ايه? تمام? حيلا. طيب. تعالوا بقى اديكوا طريقة اف اسهل من كده تاني برضو. معلش احنا برضو بنسهل على الناس. وعارفين ان الموضوع يعني ممكن يكون لفف شوية. معلش. هنبسح الشاشة. في وضع بقى رائع جدا جدا هيوفر عليك وهيسهل عليك اكتر من الاتش بقى. يعني اكتر من انه يطلع لك الكومنت كلها. لا يا سيدي ده هيساعدك كمان في كتابة الامر. طيب الوضع ده اسمه ايه? واروح له ازاي? الوضع ده هو لسه يا شباب ولكن شغال يعني. الوضع ده اسمه وعنشان افعله بستخدم التالي. ايه زد? احنا اتفقنا بقى خلاص. انتر اكتف انتر اكتف. بس مش مطلوب باني ان انا اعمل اي حاجة غير كده وبقول له ايه انتر. هيبدأ هو هنا بيقول لي ايه? ده اس ان بري فيو. لسه ما اعتمدش بشكل كامل او رسمي على الاجر ولكن شغالي انا جربته اش هجاب لي. تمام. هيبدأ هنا خلاص. حولني على الوضع الانتر اكتف. وهنا بيلود اهو. وهنا بيقول لي هت انتر تو رفرش. طيب ادي انتر. انا كده على الوضع الانتر اكتف. بيعمل ايه الوضع ده? الوضع ده بيمشي وراك كده. بمجرد ما بيكتب له مثلا مثلا. لو انا عايز اتعامل مع اليوزر او 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 اي اه سيرفز على الاجر. تعال نجرب كده نتعامل مع ال في ام مثلا. البرش والماشيني. هقول له ايه زد? في. اول ما كتبت له فيه. هو هنا اه بدأ يعني يصفيلي او يفلتر الكومنت ويطلعلي كل الكومنت اللي تبدأ بالفيام. فهنا هتعامل معيه مع الفي ام مسلا. فهقول له. بختار كده تشوز من السهم الاسهم اللي موجودة على الكيبورد. وهقول له في ام. اخترت الفي ام. لو اديت له سبيس. هيبدأ يفلترلي جميع الاوامر اللي تتعلق بالفيام. طيب انا عايز اعمل ايه في الفي ام? هتكرييت. هتديليت. اه هتشوف الديسكس هتعمل كل حاجة بتشوز كده واستعرض او او او. طيب انا عاوز اعمل لست. عاوز اشوف الفي امس اللي عندي على الفورتل. انا تقريبا ما عندش اي في ام. ولكن خلينا نجرب. لو قطلوا الليست. هيبدأ برضو. يطلع لي الخاصة بالليست اللي على الفورتل عندي. تمام كده شباب? يبقى ايه الانتر اكتف? الانتر اكتف ده مود بيسهل علي في انه بيتتبعني في الامر اللي انا بكتبه. وهو بيبدأ يكمل ورايا صيغة الامر. فهنا بيسهل علي كتير جدا في انه بيسرع علي العملية ديت. ولو لا الامر مثلا ناسي الصيغة بتاعته او مش حافزه او يعني هو بيكملها علي. تمام? انا ممكن اقول له ايه زد في ام لست. فهو هنا هيفهل ان انا عاوز استعرض جميع الليست الخاصة بالفورتل عندي. علشان ما تطلعش بقى ما تطلع بطة زي الامر اللي فات ومش بفهومة. فهقول له ايه او هزود. هزود عليه البيرامتر اللي هو اه دابل داش او دابل ماينس. وهقول له اوتبوت يعني المخرجات الاوتبوت هتبقى على شكل ايه? جدوة كده. وهقول له انتر. هنا تقريبا اه مش هتضالح حاجة عشان انا اعتقد بقى اعتقد انه ما فيش لو رحنا كده. فتحنا البورتل بتاعتنا. اعتقد مش هلقى اي في امز وإلا كان جابها لي يعني. طيب لو رحنا انا اه في ام. هنا ما عنديش اي في ام. طيب تعال ناخد امر التالي كده وقول له ايه? طيب خلينا يقول له ايه زي اي زي اي زي اكاونت مسلا اكاونت اه 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 الاكاونت اللي عالبورتل عندي او الاكاونت اللي انا داخل بيه. طيب اول اموك لبناء اكاونت لست مسلا. اكاونت لست. اه هنا قلي ايه? قلي انت عندك اه اكاونت من النوع اجر تلاود. الاي دي بتاعته اهيه. والسابسكريبشن اهيه. والستيتوس الخاصة بيه. والمعلومات اللي هي النام اد من ات علاقة تلاتمين وستين الاكاونت اللي انا داخل بيه ونوعه يوزر. تمام. طيب يا شباب كده اه فعلنا وضع الانتر اكتف. الانتر اكتف هو موند ازا نعونا. بيوتاح ليه ايه? بيوتاح ليه هو بيمشي ورايا كده بمجرد ما انا ببدأ اكتب الكومنت. هو بيستشعر انا رايح فين? وبيطلع لي البرامتر او الخاصة بالكومنت ده. مثالي يعني. لو انا عاوز اكريت يوزر. فبمجرد ما بقول له ايه زد. تمام? بيعرف ان انا شايفين? بيطلع لي القوائم ديت. هنا بمجرد ما هو هنا فهم ان انا هروح للاكتف داريكتري فبيقول لي انت هتروح للاكتف داريكتري امليكيشن ولا 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 ايه بالزبط. فانا لو قلت له لو قلت له كده يوزر. طيب انت هتروح تعمل ايه في اليوزر? هتروح لو قلت له مثلا يوزر. تمام? وقلت له هنا مش هيعمل حاجة لان انا ما استخدمتش الفول كومنت. تعالى نجيبها تاني. شو سبيس. هنا بيقول لي ايه? انت مطالب ان انت بدخلي الا اي دي بتاع اليوزر ده. الا اي دي بتاع اليوزر ده. او اليوزر. لو قلت له مثلا يو بي ان. تمام? تدخلها له بالشكل ده شباب بالشكل اللي يطلع لك لازم بدخلها. اللي هو ايه? اه 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 دابل داش. اوكي? وبعد كده يو بي ان. يو بي ان. هتشوز انا اه من الاسهم ممكن. يعني على طول تنزل على القمر وتختاره. اوكي? طيب اليو بي ان. مسلا انا عايز اشوف اليوزر اللي اسمه. اللي اسمه عيد. اللي احنا عملنا مع بعض الدول اللي فات مسلا. اللي هو كان اسم عيد. ايه? على قلت مية خمسة ستين دوتكا. تمام? وهقول له انت. بدأ يجيبهولي اليوزر ده. تمام? بدأ يجيب لي اه اه الانفورميشن الخاصة بيه? ب اه الكل الكل الخاصة باليوزر ده. بشكل يعني مش مفهوم. طيب علشان اجيبها بشكل مفهوم. هستخدم نفس الامر يا شباب. نفس الامر. وهزود. وهقول له الاوتبوت اللي هي مخرجاته يعني مخرجات الامر ده انا عاوزها بشكل مسلا. شكل جدوى. هنا بدأ زي ما انا قلت له جاب لي اهو. ده تكاريت. في تاريخ كزا. طبعا المعلومات دي كلها موجودة. لكن بشكل انا يعني هتتعب عبل ما تفهمه. طيب. هنا اتكاريت في التاريخ ده. تمام? اسمه اسمه عيد سعيد. اه الاي دي بتاعته هاي. ونوعه ايه? ومش عارف كده. تمام? طيب. تعال نديليت بقى اليوزر ده. تعال كده. نديليت اليوزر ده. فهقول له ايه? ايه? اي زد. اعت الدريكتري. يوزر. ديليت. ديليت. فهنا هيطلب مني ايه? الاي دي بتاع اليوزر اللي انا عاوز اديليت ليه. فانا مش موجود معايا. فهروح لليوزر. هو فين? اهو. هوقف عليه. هلاقي بتاعه اهو. وهقول له ايه? وهرجع كده. هو ممكن لو انا مش معايا هستخدم بتاعه. ما عندش مشكلة اللي هو اللي هو كان اسمه كان اه عيد ات علاء خلاص اوكي. يبقى كده مش هحتاج هتشوز كده الاي دي بتاعته هيبقى عيد ات علاء تلتمية خمسة وستين دوت كم. وهقول له انتر. خلاص. لو رحت كده للبورتل عندي. رجعت كده على اليوزر. قلت له ريفلش. مش هلاقي عيد خلاص اختفى. دلتو. استخدام امر من اوامر ال ايجور سي ال اي. ب عن طريق ال 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 انتر اكتيف مود دي. تماما شباب? الكومند كتير جدا. من الصعب ان الواحد يحفظها. فال ال ال انتر اكتيف مود بيسهل عليك. بيكمل لك هو الامر. لو حبيت بقى تكريت اتر اوديت. خليلي سفيدي ند كده مسلا. لو قلت له ايج 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 اي يوزر انا عايز بقى اعمل ايه اوديت في حيانا هيقول لي دخل لي او ال او الو ايجور نيم. كل ديت يا شباب لازم حاجة منه. تمام? واحيانا بيبقى فيه الامر اكتر من حاجة لازم تدخل. يعني وانت هو انت مطلوب منك تديره ديسبلاي نيم. ويوزر برانسيبول نيم الاتنين مع بعض. اوكي يا شباب? فحبينا بس نعرف للناس بتكتب ازاي? والطريقة العادية والطريقة والحاجات دي كلها. تمام? خلصت شغلي اطلع من يعني اعمل من من المود ده. علشان تعمل من المود ده وترجع للمود العادي انت بتضغط دي. خلص انت كده رجعت للمود العادي جدا. وعلشان تعمل اه تقفل انت بتستخدم ازايزد لوج اوت. لوج التانية كتلوجين لوجين بدخل لوج اوت بيطلعني. خلص انا كده اطلعت. اي امر بقى اسمه اي زد يوزر مسلا هيقول لي انا ما عرفتش. شايف? هيقول لي ما عرفتش. ما فيش اه اه اي زد كوماند ده انا ما عرفوش. ليه? لان انا قفلت السيشن علي. طلعت. الاوامر ما عادش بيفهمها. يا شباب اتمنى يكون الموضوع ان شاء الله انه قدر ان نبسطه وان كان فيه بعض الصعوبة شوية. اه لكن لو انت بتكتب كود زي ما قلنا. ولو انت يعني بتفضل الوضع اللي هو الكوماند لاين. هتبدأ تعمل سيرش وانا هسيب لكو الكوماند ليست. وان كانت هي اصلا بايدو فولت اول ما تقول له ايه زد لوجين. هو بيفتحها لك. علشان لو حبيت تشوفها يعني. ولكن برضو هنسيبها في ريسورس. اه كده نكون خلصنا الكورس بتاعنا. ساعدت بكم جدا. وآآآ يعني ان شاء الله نلتقي في كورسات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.